لا تجن ولا تحتاد ياخي ما بتحرز هالقد في ايش يبهد دنيا صعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد تحية كبيرة لكل مشاهدين موقع الفان حلقة خاصة عم نقدم لكم إياها ببداية 2021 من ما بدا هالقد مثل إذا بدكم فلاش باك أو رانس رو أول شي أنا بقدر كل كومانتاتكم وكل انتقاداتكم ورح جاوب على إجمالا يلي قريتهم لأنه ما لحقت جاوب على الكل أكيد المديح أنا بشكركم رح جاوب على النقد عايلي انتقدوا بعض الاشياء خلال هاي الحلقة خلينا نبلش هالحلقة صحيح إنه البداية محزنة بس كان كل شي حزين بالبنان من الحالة للثورة للحالة الاقتصادية لشتائم الفنانين ببعضهم طيلة هالسنة يلي مثلا مع العونية يسب يلي مع القوات يلي مع القوات سب مع العونية ويسبوهن فنيا ويسبوهن إنسانيا مش بس لأنه سيستن ضد سيستن يعني شفنا التبديع من الفنانين ولكن كمان شفنا أحزان كبيرة يعني خسرنا بالكورونا هذا من عدا يلي ماتوا موتة ربون ناس كتير غاليين على قلبنا مثل رجاء جداوي مروان محفوظ ياسر رحباني وغيرهم كتير ما رح قادر عددهم كلهم ولكن بدي أقول إنه رجاء جداوي كان إلا وضع خاص بقلبي لأن أنا كنت كتير عزة واحترمة وقدرة ومروان محفوظ يلي ربينا على أغنيه يا سيفل على القعدة طايل تحت الشباك ناطر في عيون بتبكي في عيون شو ما عملي تبتنحب مسرحية سهرية مسرحية موسم الطربيش هالفناني اللي كان يقول عنه هيك بمزح زياد الرحباني الفنان الطنبوز مروان محفوظ مروان محفوظ اللي اسمعنا صوته بتلت رباع مسرحيات الرحابني كان خسارة كبيرة للبنان كمان الخسارة الكبيرة للبنان الياس الرحباني يلي هو موسيقار وعبقري وقدمنا لكم حلقة خاصة بنجوم الفن عن عبقرية الياس الرحباني وعن الناس اللي حبوه عن انسانيته خسارة كبيرة هيك بنحس لبنان فاضي بدونه والفن فارغ بدونه بدي أقول الله يرحمون وإن شاء الله هالجيل التاني تابع رسالة هالكبار تابع رسالة الجمال رسالة الفن رسالة الإبداعي اللي هني بلشوا فيها بقول هالمرة بدي هالقد حزن على ناس راحوا وتركوا وراهن لبنان اللي عم يبكي تركوا وراهن دول عربية عم تحتريق فيها حروبات تركوا وراهن أسى وحزن وفراغ سنة 2020 شهدت أمور بشعة وشهدت أمور حلوة يمكن من الأمور البشعة هي الكورونا ولكن الكورونا قربتنا أكتر من بعضنا عائليا خلتنا نحسب حساب لمين بدنا نبوس البوصة ما نبوس بوصة يهوزة لمين ما كان ويمكن الكورونا خلتنا نكون حذرين ناخد حذرنا من كتير أمور ولكن كانت الكورونا سيئة مثل ما ذكرت بأول الحلقة أخذت ناس من حبهم أخذت ناس من عزهم أخذت ناس من قدرهم أخذت عيال بكاملة اشتغلت بمجال الطب بمجال الفن بمجال المجتمع يعني كان قلع سيئاتها بس نحنا كان بدنا نشوف من الناحية الإيجابية شوي من إيجابياتها بس 2020 حملت أحداث حلوة كمان رغم كل الأسى المرأ في لبنان حملت تتويج وسام برتبة كوماندور المطربة الكبيرة في فيروز من قبل رئيس الجمهورية ماكرون يلي إجل عندها على البيت زارة كرمها لبسها النشان ورجع تعش عندها أكيد بكون دردت شوي هو إياها لأنه فيروز إنسان كتير مصقفة ولبقة وعرف مين يكرم بتكريم فيروز هو يكرم لبنان يمكن كان عم يستعطف اللبنانية أو عم يستميل اللبنانية لقلون شو ما كانت شو ما كانت الأهداف ولكن السبب واحد هو تتويج مطربة كتير كبيرة غنت لبنان بكل أنحاء العالم غنت مكة المكرمة غنت يسوع المسيح غنت التراتيل غنت أوطان ما تزلمت لأشخاص يعني ولا مرة غنت لزعيم لرئيس جمهورية لرئيس حزب غنت لأوطان لكل الأوطان العربية الأوروبية حتى وصولا لكندا ولكتير أوطان بعيدة إنساني عارفت كيف تحترم الفن اللبناني وتكون تاج على رأس الفن اللبناني وأنا دايما بقول عنها صوته هو سكرته الله بمجد المحبة وصوته بوعي الحب قلوبنا كتير مبسطنا بهالتكريم ويمكن بمطرح من المطرح منقول فيروز كرمت الرئيس مكرون أكتر ما هو كرمه كرمته بوجوده بإطلالته علىه وكانت إطلالة لقلنا نحن اللبنانية لكننا عم نسأل عنا شو أخبارها وين أحوالها كيف صارت الإنها بعد صبية وجهة منور بأجمل حالتها مبروك لفيروس بس رح أقول أكتر مبروك للبنان بدها الأد من أحداث 2020 الأكتر تداولاً المشكلة اللي صارت ببيت نانسي عجرم وقت اقتحمها أحدهم اقتحم الفيلة تبعيتها وفات وهددهم أنه بده يفوت على الولاد وما بعرف إذا كان بنوية وأكيد أنه يقزي الولاد وكل هالأمور وفادي زوجة قتلوا بـ 18 صاصة اللي هني 16 صاصة اللي هني كانت الخبرية الأكتر تداولاً وبالآخر طلع الحكم بأنه فادي كان عم بقوص دفاعاً عن النفس أكيد دفاعاً عن النفس هلأ راحت القصة للمطارح بعيدة ناس صاروا يقولوا لأنه سوري وصار انتفضوا ورح يصير في حرب بين شرية ولبنان من وراء هالقصة هلأ ممكن يكون هو سوري في سورية كتير منه بس هيدا سوري إنسان سيء فتا يسروق وممكن يكون فيه لبنانية كتير منها وفيه مثلاً لبناني سيء بالحيات هيدا الشخص أنا بعيداً عن جنسيته هو كان فيه تقزي بيت هالفنانة الكبيرة كان بأكيد مبتغي إنه يسروق وصار فيه كتير تداول عن هالأمر ومنه نصاروا يقولوا كان كتير خشبوش مع فادي ويقولوا إيه فادي وكل هالأمور خلينا نطلع عن كل هالمتيهات وكل هالقصص ونقول إنه حطوا حالكم أنتو محل عائلي خايفي عولادة من واحد فيت يسروق ومعه فرد يمكن يقوس هالولاد أو يقزيون كيف كنتو أنتو بتتصرفوا محلة من ناحية تانية نانسي متعدت من إليسا لأنه طلعت بمقابلة مع زبان إليسا وقيل عنا إنه صاحبة أعلى أرقام فقالت إليسا إنه قالت نانسي إنه بدا كالكوليتور قالت نوال الزغبة إنه تنينتهم ممناح قالت ميريان فارس إنه كل شي فساد بلبنان أكيد أول شي بدينا نقول إنه إليسا صاحبة أرقام عالية ولكن نانسي كمان صاحبة أرقام عالية لأنه نانسي كمان كتير بحبوها المصريين وعدادهم كتير كبير ونوال الزغبة لقيتهم تنينتهم نجوم ومعه حق ولكن ميريان فارس فيها تقول إنه مش كل شي فساد بلبنان في أشياء بعد منا فيسدي حتى بالفن في أشياء فيسدي وفي أشياء منا فيسدي ما فيها تعمم على كل شي ممكن يعني منيح اللي هنه كانوا عقلاتهم كبار ما تخانقوا من ورا هالكلمة لأنه بكلمتها هاي كأنه فيه اتهام لناس بتشتري فيورز أو بتشتري مشتركين أو ما يليه على السوشيل ميديا بيبقوا هاو دي كلهم نجوم للبنان محليين لبنان بجمالهم بأغانيهم بفنهم ونحنا منلاقيهم كلهم جمال حلو بهالفن وقلهم واقعهم الخاص إن كان إليسا إن كان نانسيا إن كان ميريام يمان كان نوال الزغبة كلهم أكيد مع حفظ الألقاب ما بدها الأد ريمة الرحباني بسنة الألفان وعشرين شنت هجوم على كل ميم بده يغني لفيروس مع إنه رميو لحود قيل إنه كلهم غنوا خطرنا على بالك ويابا يابا له وهو ما تضيق من هالشي الأغاني عملت لتنحفظ وتتردد هلأ إذا القصة قصة مادة أكيد في السسام بتاخد حقوق كل الناس ولكن اللي زعلنا بكتبات ريمة إنه قالت عنه إنه ضب وإنه بما يعني إنه ناصح لأسامة الرحباني يعني أنا كنت بفضل تكون الخلفات الرحبانية مش هيك ومش علنا لأنه الرحابني بالنسبة إلنا هن الوطن هن الفن خاصة الأخوان الرحباني يلي هن عملوا العديد من المسرحيات وكانوا تقريبا عارفين شو بدوا يصير بهالوطن وبعدنا لهلأ إذا بنحضرلهم مسرحياتهم كأنهم بيري احتركونوا وكأنهم بيري احتركناهم فكنت بحب إنه ما يكون في هالشجار الطويل بين ريمة الرحباني وعائلة الرحابني خاصة وقت ريمة قيلت إنه مصخرة حفلة إونيبولو ليباني اللي هي كانت من أجمل الحفلات اللي انعملت للبنان من بعد انفجار أربعة آيب بالمرفق واللي كرموا فيروس بغنية إلا حبك حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي أبداً ما كانت مهزلة والتكريم من قبل فنانين كبار فرنسية صحيح هنا عملوها مديرن أكتر للغنية ما كانت سايقة أبداً وكانت لفتة كتير 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 حلوة غير إنه إونيبولو ليبان من قبل الموسيقى الكبير براهيم معلوف كانت شغلة كتير خطوة كتير مهمة وكان رايعة رايح لناس المنكوبين بانفجار أربعة آيب وبدو يروح أكيد المصريات لصليب الأحمر الفرنسية اللي بدو يسلمون للصليب الأحمر اللبناني عمل أكيد أنه تتسلم كل هالمصاري للناس اللي عايزة ما تروح هون وهون مثل ما مال السلطة ومال الدولة رايح هون وهون وضايع مدري 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 وين بال2020 أكيد من بعد انفجار أربعة آب انفجار المرفق اللي عمل من بيروت اللي كان ثالث أهم انفجار بالعالم وعمل من بيروت مدينة منكوبة في كتير من الفنانين ساعدوا في كتير من الفنانين اتضررت بيوتها بس قدام الناس اللي ماتت أنا ما رح أحكي عن البيوت اللي اتضررت يعني قدام الولادي اللي توفوا قدام اللي عائلة خسرت اثنان وثلاث أشخاص من فرد عائلة قدام الناس اللي راحت بالكومة سبت شهر ما فينا عددهم كلهم مش رح أحكي عن البيوت اللي تهدمت بس رح أقول الحمد لله عالسلامة اللي كان كلهم بيوتهم بيروت بالأشرفية بجميزة وخلق عم بيرغوا يصلحون عمل انه ما بقى حدا يتضرر يعني له هيفا لشيراز لمايا دياب لكلهم يعني يلي اتضررت بيوتهم إن شاء الله شو بدأ لكم يعني الله يعود لكم قدام الأرواح اللي راحت المادة ما هي شيء بالنسبة للأغانية اللي تغنت لبيروت عملة غنية نجوة كرم كانت كمان من أجمل أغانية حيث بتدحرج الحجر يمكن عم بتبشر فيها بأيامة لبنان عمل انه نوصل لأيامة لبنان منظلنا هيك منكوبين نانسي عجرم قدمة بيروت الأنثى يلي كمان من أجمل الأغانية هالشعر لنظار إباني اللي حبينيه كتير والكليب كان كتير معبر عن الانفجار ونحنا تعجبنا من نانسي إنه أول مرة بتغني بالفصحة بهالغنية اللي كتير جميلة واللي بتعبر عن بيروت واكتر كتر غنوا لبيروت بدنا نشكر أكيد كل يلي غنوا للتاقم الطبي من معين شراف من راغب علامي يلي غنوا لبكرة أحلى لبكرة الأمل كمان معين شراف غنى لبكرة الأمل بدي أشكر أكيد ملحم زيني يلي عمل أغنية للناس تتوقع من الكورونا والناس تعرف تحمل مسئولية بصوته الحلو هالغنية اللي هي من إنتاج شركة الصباح لفتني بين كل هالأغاني أل سبال بيروت لشاب خالد يلي تعجبنا إنه ضغري عمل غنية عن بيروت وضغري عمل لها كليب وضغري ينزلها وحسينا إنه نحنا منا متركين نحنا مع كل الناس اللي عم بيفكروا فينا عم بيفكروا ببيروت عم بيفكروا إن كان بالمساعدة أو بإنهم يدعمونا معنويا أو بحيالة طريقة كانت هلا أكيد مش رح تحكي عن الفساد مرح نحكي عن المساعدات اللي إجيت ومتوزعت مرح نحكي عن المساعدات اللي إجيت وبيعوها بالسوبر ماركتات مرح نحكي عن كتير أمور بس خلينا نقول إنه اللبنانية نزلوا عالطريق كان ناسوا لإزاز طبخوا وعطوا باقي اللبنانية أكل لأنه عارفوا إديش كانوا هاللبنانية قاعدين بلا مطبخوا وبلا بيوت كيف قويون كيف احتضنون كيف حبون والوسائل الإعلامية كيف عملت تغطية شاملة وكاملة عكل حال ما حدا بعوض الأرواح اللي راحت هايدي أرواح منهم بيقولوا شو هدا لا منهم شو هدا هاو دي ضحايا ضحايا أهمال انفجار كتير كبير كان فيهم إنهم يتوقوا وكان فيهم إنهم يجربوا يخلصوا منه قبل ما ينفجر هالانفجار الكبير عمل إنه يرجع يستتب الأمن بلبنان وترجع لنا حياتنا حيات طبيعية ما فيها خوف من انفجارات وما فيها خوف من نكبات كبيرة والعود بسلامة كل اللبنانية وأنا بزعل عدم عاد كل أم لبسة أسود على ولدها اللي مات بالانفجار أو مات بالكورونا أو مات بكل هالأحداثة اللي مرأت بهالسنة سنة الألفان وعشرين منتبع ما بدا هالقاد صار في كتير خلافات السنة بما بدا هالقاد بس الحلو بأنه خلاف أصالة وأحلام من وراء ابنة لأحلام تصالحوا لأن ابنة لأحلام أعلى لأصالة أنه هو بيسمع الأغاني وادخلت إليسا وانبسطت فيهم إنهم تصالحوا كمان مصالحة زفان ونوال الزغبي بعد 11 سنة زعل منقلهم مبروك المصالحة بينما خلاف نصر الفقيه ورامي عيش هالإهنات اللي صارت لبعضهم وقت عامل رامي عيش أنا سائر وجاوبه نصر فقيه إنه دمع عيونه مرتك وقت كنت بالطيارة الخاصة رايح على تركيا أو على هالأرض أكيد جاوبه رامي عيش إنه هالأرض مثلك أكيد رجع جاوبه نصر فقيه ما بعرف ليش هالخلاف دايماً نصر فقيه بحب يحركيش وقال له لرامي عيش إنه إنت عملت حالك معك مرض السرطان تتشحط كم حفلة دايماً برجعوا بيشمطوا فيه وبهتوا لرامي عيش إنه كان معه مرض السرطان هلأ فيش حقيقة هون إنه هو كان معه مرض السرطان بس ما كان معروف إذا منين خبيس يعني أو مش خبيس ومن بعد الفحوصات اتضح إنه مش خبيس بهايد الفترة هو كان ضحية أعلمية جربت إنها تستغله وتستغله وضعه وتتعمل هي سكوبات على ظهره وتتعمله سكوبات فكرة إنه هيك بترجع بتنشطه لرامي عيش بالوقت يلي يمكن هي إزيوته دونك مش هو يلي عمل سبب هالأذى الإعلامية يلي سببت له هالأذى حيش بقى نهدته بهالشغلة يلي صارت كتير قديمة وبدنا نكبها وراء ظهرنا بنهاية لقاءنا سوا بدي جاوبه عشوية كومنتات لأنه ولا مرة جاوبت عليهم أول شي بشكر كل يلي مدحوني وقالوا إنه حبوا لقاءاتي مع الفنانين أكيد الكورونا منعتنا نستقبل كتير من الفنانين ونروح لعندهم عبيوتهم في كتير فنانين كنا وعدين نكون إنه نطلع معهم متل مايا ديه متل عاصي الحليني وغيرهم إلى آخرهي بس بعودكن إن كان بنجوم الفن أو بحلقة خاصة رح نطلع معهم إن شاء الله سنتج إذا خفت الكورونا هاي دي أول شغلي تاني شغلي في منهم كتير قيلوا إنه أنا كتير بيض وج مع الضيف يلي معي أنا مش من منطلقة بيض وج بس أنا وقت بستقبل الضيف بستقبل الضيف تكرمه بحرجه يمكن ببعض الأسئلة ولكن أنا منا جايبته لا لا هبجه ولا لا أعمل سكوب ولا لا أعمل فدات عظهره أنا جايبته تكرمه لو ما بلاقيه إنه ضيف بستاهل الاستقبال من الأساس ما بستقبله أما يلي هلأ هون بيرجع السبب للشخص يلي كاتب الكومنت ممكن هو بيكره الضيف وبيكره إنه نحنا نمضح بالضيف يمكن ما نستنظر إنه نستقبل الضيف ونشتمه أو نسبه هاي دي أكيد ما رح تصير نحنا ديما بنستقبل ديوفنا لنكرمهم وديوفنا كلهم بنفتخر فيهم أما بالنسبة يلي قالوا إنه أنا ما بحب واقل كفوري لأنه بحكي عن أنجلا بشارة بالمنيح هون أنا بدي غلطكن أنا مش إذا بحكي عن معين شريف بالمنيح أنا بكره مل حمزان مش إذا بحكي عن مل حمزان بالمنيح أنا بكره معين شريف مش إذا بحكي عن صباح بالمنيح أنا بكره فيروز مش إذا بحكي عن فيروز بالمنيحي عن بركة صباح يعني مش إذا بحكي عن أنجلا بشارة بالمنيح معناتها إني بكره واقل كفوري بالعكس واق الكفوري هو لازم ينبسط مني اني احكي عن ام ولاده لانه لو شو ما عمل انجلا بشرح ضل ام ولاده بالمنيح تا اذا ولاده كبروا وفتحوا هالجوجل وشافوا اشياء يلاقوا اشياء حلوة عن امهم وبدو يجي نهار كل اتنين مطلقين بعضهم ومخنقين من بعضهم رح يندبوا اذا كانوا شاتمين بعضهم او من تقديم بعضهم او سبين بعضهم رح يندبوا وقت يشوفوا ولادهم هالقدم أسرين وهالقدم اشروحين وانا دفعت اكتر عن انجلا بشارة لانه في احدى هنا يعني اعلامية من هالاعلاميات وقت قبضت مصاري كانت تكره واقل الكفوري وكانت تشتم فيه وتسبه وقت قبضت مصاري صرت تسبى انجلا بشارة فكرة انه عم بتبيد وجهة مع واقل الكفوري بس ما بفتكر انه واقل بينبسط انه حدا يشتم له ام ولاده ما بفتكر انه حدا بينبسط من هالام يلي رعيت ولاده وكانت امرأة صالحة مع بناتها ولا مرة شفناها مشي الطريق غلط يمكن على القليلة لحد هلأ ولا مرة الا ما شفناها صنط له بيته وكرامته ووليده ولازم كل واحد من فنزات واقل يزعل اذا شتمت امه ولاده لوائل بفتكر انا منها المنطلق ودفاعا عن انجلا بشارة دفعت عنها ما لازم انتوا تزعلوا فنزات واقل بالعكس لازم تشكروني لانه وقت يكبروا هالولاد يفتحوا الجوجل وشوفوا امهن قدي شي حلوة وبين قدي شو حلو مش بس بين قدي شو حلو رح تقولوا هلا كان مع حق بنهار من هالقيام بيبقى بختام حلقتنا انه قعدكن انه ان شاء الله نقدر نستقبل كل يلي طلبتوهن عبر الايميل وعبر الايميل النشرة وعبر الـ Contact Us عامل انه مايعود فيه كورونا لا هنه يخافوا نروح لعنده ولا نحنا نخاف نستقبلون منه ضيوف يلي كمنا نستقبلون متى اعليمي فيني رومي يلي اصيب بالكورونا وماقدرنا انه نستقبلوه كان موعدنا معه دغري قبل بنهار ما طلعت نتيجة الفحص اكيد بتمنى له الشفاء الكامل متل ما بتمنى لكل المنصابين بهالمرض الشفاء الكامل خليكن دايما دايما عم تقرؤ ويبسايت الفن www.elfan.com يلي تابع لمجموعة النشرة وانا بشكر كل يلي بتابعونا من كل انحاء العالم مش بس من لبنان من لبنان من الكويت من قطر من السعودية كمان تحية لقلو من مصر الحبيبة من الاردن الحبيبة من كل انحاء العالم بشكركم وبتمنى انه السنة تكون سنة سلام وسنة خير عليكم كلكم بشكر يلي بيشتغله ورا الكواليس بهالبرنامج بشكر بريستيج ميزيك يلي دايما بيستقبلنا عنده بهالمدرسة الموسيقى الحلوي يلي عم بتعلم الموسيقى بدل ما تعلم الحرب بشكر مروان سمعان يلي بيطلعني دايما بأبها حلي بشكر بوتيك رورو يلي بتلبسني أحلتيه بحد بلدية برش حمود بوتيك رورو بشكر جورج عطيق يلي دايما بدو يجرب يخطر على الكوفيرات هون وهون ماري لورد سمعان يلي بتعملي أبحاث للبرنامج أكيد شكر كتير كبير للمخرج العظيم يلي أنا كتير بحبه واللي هو طوني نعمي واللي إذا رح اتنبى بدل المتنبيين يلي كتير بيطلعوا بيتنبؤات مش صحيحة رح اتنبى لكم بنبأ صحيح واللي هو إنه هلأ عم بحضر فيلم السينما للأخ قصة في نعمي رح يكون من أجمل وأحلى الأفلام السينمائية إن شهدت فيها السينما اللبنانية خاصة والعربية عامة قدام الكاميرا كماكن هلأ نور لات جن ولا تحتد ياخي ما بتحرز هلأت في إشيى بهالدنيه صعب مبذة هلأت لات جن ولا تحتد ياخي ما بتحرز هلأت في إشيى بهالدنيه صعب مبتة هلأت سدقني سدقني مبادة هالأد